مرحب بكم في نشرة الأخبار من تلفزيون الكوت أهلا بكم أغلق باب الترشح للانتخابات التكملية عن الدائرة الانتخابية الثالثة على 49 مرشحا بعد انسحاب ثلاثة هذا العدد الكبير للمرشحين الذين يتنافسون على مقعد واحد فقط قابل للتغير أيضا حيث لا يزال باب الانسحاب مفتوحا أمام من تقدم للترشح حتى يوم الثاني عشر من شهر فبراير القادم بعد عشرة أيام من فتح باب الترشح لخوض الانتخابات التكملية لمجلس الأمة بالدائرة الثالثة أعلن مدير إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية المقدم صلاح الشطي اكتمل عدد المترشحين عن الدائرة الثالثة ووصولها إلى 52 مرشحا وتنازل ثلاثة مرشحين ليصل العدد النهائي إلى 49 مرشحا فأصبح أجمال عدد المرشحين من فتح باب الترشح في اليوم الأول موافق 13-1-2016 حتى انتهاء اليوم العاشر الجمعة الموافق 22-1-2016 خمسين مرشحا من الذكور واثنين من الإناث وصاف المرشحين بعد التنازلات أصبحت 49 مرشحا من بينهم ثنتين مرشحات عدد حالات التنازل من اليوم الأول لغاية ناية اليوم العاشر ثلاثة مرشحين من الذكور تنوعت أطرحات مرشح اليوم حيث عبر كل منهم عن أسباب ترشحه كاشفين عن النقاط الرئيسية في برامجهم الانتخابية تقدمت اليوم بالترشح للانتخابات التكملية للدائرة الثالثة استشعارا بالمسؤولية المقات على كل مواطن لما آلت إليه الكثير من القضايا في البلد والدور المنوط على كل كويتي في رسم السياسة الداخلية للبلد حتى تعود بالنفع العام على الكويتيين السبب في ترشيحي لانتخابات مجلس الأمة التكملية هو استحقاق وطني أي شخص يرى في نفسه المقدرة على الإضافة فيتقدم ليرشح نفسه من أحد أسباب ترشيحي أني أبي أنقل هموم أبناء دائرتي وتطوير خدماتنا إذا الخدمات الإسكانية الخدمات الكهربائية خدمات الماء مثلا تطوير التعليم التربية وبهذا يكون قد أغلق باب الترشح للانتخابات التكملية في الدائرة الثالثة ولا يزال باب الانسحاب مفتوحا حتى الثاني عشر من فبراير المقبلة لتجرى الانتخابات في العشرين من فبراير القادمة